يعني ما أعرف مين يبدل اليوم نحن نقول شبه خلية أزمة اليوم في حديث بغدار بين القواتنا الأمنية الداخلية وكذلك بين الصحة وكذلك عبر الإعلام والتعزيز الصحي نبدأ رجعنا المربع الأول للأسف سيات تلواء احنا بالجائحة بدايتها تحدثنا كثير عن الرشادات والتوعى والوعي الصحي تحديدا والالتزام وما إلى آخر لكن للأسف رجعنا الفيروس مرة أخرى ورجعنا للمربع الأول وإن شاء الله سنبدأ من جديد كحديث بغداد أو كأعلام بصورة خاصة أو كنبيسي عراق سنبقى داعمين إلى توعية المشاهد الكريم إن كان داخل أو خارج العراق مشاهد عراقي أو عربي ما هو دور الوزارة سياتي الواب وصفها جزء من اللجنة المتابعة لتنفيذ قرارات التي يصدرها اللجنة العليا نعم الحقيقة الوزارة الداخلية تعاملت مع موضوع جائحة كورونا وفق إطارين الإطار الأول هو التوصيات الصحة والسلامة وإجراءاتها الخاصة داخل مؤسسة وزارة الداخلية وزارة الداخلية مؤسسة كبيرة جدا فيها دوائر خدمية لها علاقة وتماس مباشر مع المواطنين كدوائر المرور والجنسية والعديد من الدوائر التي تتلقى يوميا المراجعات من خلال الإجراءات السلامة ومن خلال التباعد الاجتماعي وهذه التوصيات المعروفة وتحديد أعداد المراجعين من خلال التقديم الألكتروني وفق استمارات الألكترونية من خلال هذا الموضوع قدروا يحددون العدد الكلي لكل مراجعة إضافة إلى جوانب كثيرة عملت عليها وزارة الداخلية جانب التعفير جانب الجوانب الأخرى الإطار الثاني الذي تعمل عليه وزارة الداخلية هو تنفيذ التوصيات الإنزامية لمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها سيد رئيس الوزراء وعادة تكون الإجراءات التي تصدرها منزمة إلى كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الداخلية بتطبيقها بشكل مباشر على الجمهور ونعتقد أن هذه الإجراءات القادمة ستكون فيها تجديد وفيها تطبيق صارم بحق من يتجاوز أو يحاول أن يتجاوز هذه الإجراءات الواضح بأن حضر التجوى سيكون من يوم الخميس القادم سيكون من يوم الأثنين من الساعة الثمانية مساء إلى الخامسة صباحا هذا ثابت الدوام صار 50% تحديدا حضر شامل جمعة سبت وأحد أقدر أخذ التفصيلات الأكثر وأقدر أشوف استعدادات وزارة الصحة وتحديدا نصافه الأولى ماذا عملت لاستقبال هذا الفيروس من إجراءات وقاية لكنه رح بفاصل أول شكرا للمشاهدة